مساء الخير مشاهدينا مرة تانية احنا بشرفنا وبساعدنا يكون موجود معنا في ستوديو مساء الخير دكتور حسام هزاع الخبير السياحي الكبير وعضو غرفة شركات السياحة هنتكلم عن حاجات كتير تخص السياحة بس طبعا أولهم هيكون النشاط الترويجي اللي عاملها وزارة السياحة الخاص باستغلال وجود كاس العالم في المنطقة لجذب السياح لمصر مساء الخير يا فندم متشرفين بوجود حضرتك معنا مساء الخير يا فندم متشرفت بحضرتك وبالبرنامج الحقيقة يعني زي ما كنا بنتكلم في الفاصل كده قبل ما نبدأ مش قادرة أتجاوز إنه أول سؤال أسأله لخبير سياحي كبير زي حضرتك وبقالك سنوات طويلة بتشتغل في هذا المجال إنه إحنا عندنا كل حاجة عندنا كل أنواع السياحة عندنا سياحة دينية وثقافية وشاطئية وعلاجية وكل وعندنا يعني تاريخ طويل جدا وفي دول كتيرة جدا سبقتنا وقدرت إنها تحقق مراكز متقدمة عالميا في السياحة إحنا ما وصلناش لربعها ومعندهاش اللي عندنا المشكلة فين علامة الاستفاهم فين؟ في مشكلتين مشكلة الأساسية كانت التسويق بطرق تقليدية لم يتم تطورها مع التكنولوجيا ولم يتم تطورها في الماضي يعني فما قدرناش نتوافق مع التطور ده في علم التسويق يعني علم التسويق ده علم كبير جدا أي منتج والسياحة دي صناها عندنا في مصر هو منتج كان لازم له تسويق بطرق حديثة جدا وليس تقليدية بكفاءات موجودة على خبرة في التسويق وليس أشخاص موجودين في وظائف معينة بيأخذوا الترقيات بتاعتهم ده كان من الأسباب الفترات الماضية تم التسويق أو الدولة وضعت استراتيجيات كويسة جدا للتسويق بالطرق الحديثة والتنشيط فوصلنا في 2019 قبل كوفيد 19 لـ 13 مليون سايح بـ 12 مليار و 600 مليون دولار الرقم اللي كان قبل كده كان في 2010 كان 14 مليون ونص سايح بس كان برضو الدخل 12 مليار و 500 مليون دولار حصلت أحداث كتيرة في العشر سين الماضية في مصر تخلى لها برضو ظروف 25 يناير وظروف حظر بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر السياحة منها تنزل إلى مصر وبعد كده حصل حادث التيارة الروسية مصر تجوزت هذه الأزمة بعد فترة السياح نزلوا في 2021 الروس وبعدين قامت حرب روسية الأوكرانية الحقيقة إن إحنا وكوفيد طبعا ناينتين عمل مشكلة كبيرة ولكن الاستراتيجيات اللي وضعت بقى من قبل 2019 بس كوفيد وقفها وبعد كده حاليا نشاطت السياحة بشكل ملحوظ الفترة الماضية ممكن خلال الفترات القادمة نصل إلى أعداد كبيرة من السياح نتيجة لاهتمام الدولة التسهيلات اللي تحطت زي أي واحد مع تأشير شينجن أو أمريكا أو إنجلترا من الدول اللي هي ما بتاخدش التأشيرة في المطار في القاهرة بيقدر يحصل على التأشير لو سفر إنجلترا أو أمريكا أو استخدم تأشير شينجن فتح مثلا التأشيرات لدول المغرب العربي إن هم ياخدوها دايركت في شرم الشيخ دي من الامتيازات برضو التأشيرة أونلاين بقت سهلة جدا دلوقتي بقت في 48 ساعة ممكن يحصلوا عليها وده من الوكلاء برة مثلا في دولة زي الهند لو إنديفيدويل أو حاجة أو 3-4 أشخاص مش جروب بياخدها أونلاين وبتبقى الشركة ضمنة لي هنا دا سوق من الأسواق يعني طبعا دول أمريكا اللاتينية بتحصل على التأشيرة دول أوروبا بتحصل على التأشيرة في دول كتيرة اللوجستيك في الطيران منخفض التكاليف تاني أهم حاجة بقى أهم ما فيش عندنا طيران منخفض التكاليف بشكل مكسف ومطارات لي بالذات يعني لسه يمكن مطار سفينكس قريب بدأ تشغيله المفروض كان يبقى في القاهرة مطار زي سفينكس ده مثلا من 20-30 سنة الطيران منخفض التكاليف وبتبقى في مصر للطيران الشركة الوطنية زيها زي أي خطوط طيران في العالم دي بتبقى لها جداول معينة بيحجز عليها المصرين أو الأجانب بتبقى جداولهم ورجال الأعمال وبتبقى تكلفها عالية لكن الطيران منخفض التكاليف ما بيتمتعش بأوزان ممكن ما يتمتعش بواجبة وبييجي بيبقى تابع الترافل إيجنت برا أو الوكيل أو السبلاير والوكيل المصري هنا فبيتم عمل الرحلات دي فيبقى التسويق والطيران لازم يكون عندنا الاتنين دولار الطيران منخفض التكاليف بشكل مكسف جداً ابتدت تسويق يبقى بشكل مكسف حروض معارض دولية حضور معارض دولية فيه ابتدت تظهر نوع من السياحة الغايد دلوقتي مرتين ظهرت بشكل عالمي سياحة عروض الأزياء أنا بسميها سياحة عروض الأزياء زي ما حصل لبيت الأزياء الشهير اللي طالي وكريستان ديور ده نوع جديد احنا المفروض نحتم بيه جداً لأن ده بيجذب طبقة معينة ملياردرات وبيجوا بتائراتهم الخاصة طبقة بتصرف كويس يعني مش كيحة قيصة وفي نفس الوقت الفولورز بتوع الفنانين اللي جم حضروا العروض دي سواء بقى أنا عوني كامبل أو تيفر الأسماء اللي كانت موجودة ناس كتيرة جداً كل واحد بيبقى وراه ملايين بتصلت الأضواء على مصر بتصلت على الجانب الإيجابي من وجود خدمة عالية جداً ظهور نجاح كبير للعروض بالتوافق مع الحضارة المصري القديمة من ننساش أن المصريين أقدم حضارة في العالم وأقدم ناس كان عندهم أزياء في العالم ويظهر ده من توت عن خمون والملكة نفرتاري ونفرتاتي وملوك مصر فده ربط المركات العالمية بالحضارة والتاريخ المصري ده هيبقى ليه عامل إيجابي في جذب السياحة الثقافية بشكل ملحوظ لزيارة الأماكن دي الأهم من كده أن احنا كان قبل 25 يناير كان فيه عندنا رحلات بتيجي مثلاً من دولة زي قبرص رحلات اليوم الواحد أوفر دي بالطيران فالرحلات دي لو رجعت تاني برضو هتيجي فيه رحلات كتيرة بقى زي ما حالك فيه سياحات كتيرة سياحة اليخوتي لآخره معناه البحر وعباد المتوسط الحاجات دي كلها لازم نبتدي نركز عليها والدولة هي مركز عليها بس إحنا الفترات القادمة فيه معارض دولية كتيرة لازم هنحضرها أكيد قطاع خاصه والدولة وهي التنشيط السياحة ورجال الأعمال جماعيات المستثمرين الوزارة حالياً وزارة السياحة بتقعد مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين ونفس الوقت الرئيس لجنة السياحة والأثار في مجلس الشعب بيضعوا رؤيتهم للدولة حارك توصد أنهما بياخدوا الرؤية أيضاً يعني بيستشيروا وبيسمعوا للقطاع الخاص في السياحة بيسمعوا أفكاره بيسمعوا رؤيته بيسمعوا رؤيته بيتعاونوا مع بعض والاتحاد المصري للغرف السياحية اللي أنا منه أعود والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف الشركات بيتكاتف كله مع بعضه دلوقتي في وضع التصورات وبتنفذ على أرض الواقع ما بتبقاش خطط بس يعني نقدر نقول أنه إحنا بتدينا صح مؤخراً بس خيراً من أن إحنا ما نبقاش بتدينا أن إحنا نعمل التخطيط على المدى القصير والمدى الطويل اللي ممكن يعني بعد تجاوز بقى كورونا وبعد تجاوز الحرب الروسية الأوكرانية يبقى مردوده للسنوات القادمة على السياحة جيد هو السنوات القادمة وحالياً مردوده كويس وكوب 27 عمل مردوده كويس كل رؤساء يعني كبار الشخصيات في العالم وفوت كتيرة كانت موجودة في شرم الشيخة لإحنا قادرنا نستغل ده دعائياً علشان كل الناس دي تبقى يعني عندها فكرة عن السياحة بشكل عام في مصر طبعاً تم استغلاله كويس جداً بس أنا بقول دايماً مع الدعاية مش إن يتشاف الموضوع بشكل هو وصل لكل قنوات العالم وصل للسوشيال ميديا وصل لكل أطفال العالم حتى لو هم بيدرسوا علم الإجيبتولوجي وشافوا رؤساء دولهم زي رئيس مثلاً في هنزويلا أو رئيس فلان موجود في منطقة الأهرامات في كريستن ديور شافوا الممثلين العالميين في الأهرامات ومعهم الدكتور زي حواس العالمي شافوا مثلاً منطقة سقارة بس هنا إحنا ده تسويق ودعاية حلو جداً أنا بقى كدولة باجي أقدم حوافز الحوافز دي هي اللي بتخلي السايح الأجنابي يختار مصر مش حاجة تاني مش حاجة تاني الحوافز دي زي ما قلنا تخفيض الطيران العارض أو الطيران الشارتر إن أنا مثلاً تقف عليه التسكرة بـ 300 دولار أو 350 دولار إنه ينزل عندي المطارات طبعاً إحنا عندنا الحمد لله المقاييس العالمية لكل المطارات الطاقة الاستعابية كبيرة الفنادق موجودة وعلى أتم استعداد الاستعاب أكبر عدد وعندنا فنادق الحمد لله كانت في القاهرة الفترة الماضية وأنا مسؤولة عن الكلام ده وفي وسط البلد في القاهرة فولي بوكت مية في المية مش هاسكولاس مية فايف ستارز وفول ستارز فولي بوكت في شهر 11 الحقيقة يعني بما إننا بنتكلم عن التسهيلات اللي بتعملها الدولة أو يعني السلوب الجاس بالدعائي مش بس فكرة إنه بعمل دعاية أو بحاول الحوافز إنه خلينا ندخل على المجهود اللي عملت دولة دلوقتي في استغلال كاس العالم اللي موجود في قطر من الناس قاعدة في قطر أو في السعودية أو في الإمارات لمتابعة مباراة كاس العالم بإنه بطاقة هيا اللي بيخشوا بيها دي ممكن دي يجي هنا بتخفيضات بفيزا بتسهيلات في أماكن سياحية خلينا نتكلم عن الفكرة دي قد إيه ممكن تكون مسمرة وإيه التسهيلات المعمولة فعلا فيها هي هيا معمولة عشان يحضر كاس العالم في قطر ولكن الناس اللي جات هو المفروض الاستعدادات دي هي موجودة حاليا بس هو الترابط ما بين التور أوبريتور وترافل إيجنت مثلا في أمريكا اللاتينية أو في دول معينة زي دول مغرب العربي أو أوروبا هو نازل فلوه وكلاء هنا في مصر الوكلاء دولت كانوا يا إما من الزمين رحلات إنه هو ييجي يحضر المتشاط دي وييجي ثلاث أربعة أيام بالتخفيضات معينة أو فيه طيران معين بييجي من مثلا دول الخليج إلى شارم الشيخ أو الغرداء وده الأغلب وممكن القاهرة فهو هنا ده بيبقى كونيكشن ما بين الوكيل والتور أوبريتور أو السبلاير برا فالتخفيضات دي في ظل الدعاية دي ممكن إنه هو ييجي فيه ناس بتطلع مثلا مصريين بيروحوا هناك لو ليهم أصدقاء أو عائلاتهم تقدر مع أصدقائهم ييجوا ففيه تنشيط بس هو هل هو حاطت فيه مخيلته اللي موجود هناك قبل ما يوصل إنه هو هيجي ممكن فيه ناس طبعا عندها العروض دي بتقدم لو السعر مناسب وهو مخفض بالفعل وفيه تسهيلات كتيرة طبعا بيتم الإقبال على بس بيبقى من الصعب لو هو مرتبط برحلة سياحية معينة لفترة كاس العالم إنه يعني يكون فيه زيارة مختلفة لمصر على حسب إمكانياته يعني هو يعني ممكن ييجي وممكن لو هو مثلا مرتبط بعشر تيام هيحضرهم ويجي يفكر إنه هو ياخد تلات تيام ما بين ماتشين أو كده ويجي هنا ممكن طبعا وده بقى السبب اللي خلى الفكرة استغلال إن بطاقة هيا دي ممكن تعمله خصم في دخول الأماكن الأسرية ممكن تعمله خصم للفيزا ممكن تعمله خصم في الفنادق بحيث إنه يحس إنه هي نفس البطاقة اللي بيدخل بيها يتفرج على الماتشات لو عنده يعني فعلا يومين ثلاثة ما بين ماتش بيشجعه وآخر ممكن ينزل زيارة لمصر يقضي أجازة فكرة إلى حد كبير طبعا زكية إنها تقدر تستغل حدث هل إحنا بقى عندنا يعني متابعة لجدول الأحداث العالمية اللي ممكن يتم استغلالها لتنشيط السياحة في مصر هل بنحضر من دلوقتي لأي حدث ما في أي دولة إنه ممكن يكون ده جزء نشارك فيه دعائيا علشان ننشط السياحة في مصر ولا هي المسألة يعني مش متابعين قوي يعني مش متواغلين قوي في اللي بيحصل في العالم لا هو الحقيقة فيه متابعة من الدولة ومن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة أولا للمؤتمرات الدولية العالمية اللي هي برصات السياحة يعني فيه برصات جاية الفترة القادمة برصة السياحة في أسبانيا ده بيبقى تجمع لكبرى شركات السياحة العالمية الناس المتخصصة في السوق الاسباني في أمريكا اللاتينية في بعض الأسواة الأوروبية بتروح فيه عندنا مؤتمر الـ ITB في ألمانيا بعد كده فيه مؤتمر مثلا في أمريكا حالين فيه مؤتمر كذا كان فيه في إنجلترا في شهر نوفمبر فالدولة وزارة السياحة والأثار مع هيئة تنشيط السياحة مع مصر التيران مع القطاع الخاص كله والفنادق بيطلعوا طبعا المؤتمرات دي فده نوع من التسويق بيطلعوا بالبرامج السياحية بتاعتهم بيطلعوا بالعروض بتاعتهم بنبقى طبعا محضرين قبل ما نطلع إزاي الكونيكشن لإنه بنشوف طبعا على المؤتمر الناس اللي هاده وكل واحد بيتقابل هناك وبيعرض أسعاره الموضوع بقى إنه هو بتقدمي حوافز هناك بتقدمي عروض كويسة ما فيش حرق أسعار طبعا لأن الدولة وضعت حد أدنى للأسعار بالنسبة للغرف السياحية وده سبت موقف مصر فهيبقى التنافس على الخدمة محدش هيروح يسحب توكيل من حد تاني في إنه قدم سعر أقل فهنا الموضوع كله بقى منظم بشكل معين الدعاية اللي بتقوم بيها بعض الشركات العالمية عن مصر أكيد فيه دراسة للأسواق فيه مثلا عارفين الأجازات بتاعت الأسواق الخليجية إمتى عارفين متطلبات السوق الخليجي بيجي مصر بيعمل إيه فبيسوق له في الوقت ده وبيشوف المنتج اللي عايزه السياح الخليجي وبيوفره له السياح بتاع أمريكا اللاتينية كذلك السياح بتاع أوروبا فيه أوروبا الغربية فيه أوروبا الشرقية أوروبا الشرقية مثلا ما بيحبش السياحة الثقافية بيحب أكتر السياحة الشاطئية والسفاري والدايفينج وكذا السياح لو بصينا للسياح الأسياوي الهندي بيحب السياحة الثقافية يعني ممكن بالنسبة له أي سياحة ترفيهية لا ما بيحبهاش هو بيحب السياحة الثقافية ممكن ييجي أربعة أخبار السياحة الصينية بس هو طبعا متوقف السياح الناس اللي بتيجي من جنوب شرق آسيا بتحب السياحة الثقافية فالدولة عندها الخبرات بالأسواع بتاعت بس هو التسويق فيه تسويق أونلاين يعني التسويق نفسه فيه تسويق أونلاين بتسوع الشركات والفنادق زي ما بيحجزه مثلا عن طريق بوكينج لا كل فونده عنده الويب ساعت بتاعت وكل الشركة عندها الويب ساعت بتاعت فيه سياحة إلكترونية فيه أونلاين بيحجز باكتش برنامج سياحي بس ده بياخد فلوس كتيرة إنه هو بيصرف على الجوجل مش كله يعني فيه دعم التويتر مثلا دول خليج وأمريكا الفيسبوك مثلا ممكن يكون بس لازم يكون حد من أوروبا مثلا بتحتاج حاجة تانية ممكن تبقى دعاية تلفزيونية لا كل حاجة مدروسة معمولة بشكل معمولة والفترات السياحة هي دوران رأس مال بشكل معين فالوزير الحالي رجل اقتصاد فرجل اقتصاد لست كنت أسأل حضرتك عن رأيك في الفكرة دي فكرة إنه رجل اقتصادي يدير هذه المنظومة اللي كانت ربما محتاجة لنظرة مختلفة يعني مش نظرة بس فقط الأثار والسياحة لكن نظرة اقتصادية نظرة تسويقية بالضغط هو كان موجود على سبيل المثال الوزير فؤاد سلطان بردو يعني وطبعا الوزراء كلهم شخصيات محترمة ولكن أنا بتكلم طبعا كوزير ذو فكر اقتصادي كان ماسك منصب في البنك من غير ذكر اسمها وعارف يعني ايه تسويق وقدرت اعماله دوران رأس المال والخطط التسويقية وازاي ان احنا نحط ده وازاي طبعا ده هيفرق كتير جدا وده واضح الفترة الماضية في سرعة الجذب السياحي ووضع خطط وأخذ أراء بقى شوفي بعدك أخذ أراء رئيس جماعية المستثمرين في البحر الأحمر رئيس جماعية المستثمرين في شرمشيخ والمستثمرين هنا ورجال الأعمال وأصحاب الفنادي وأصحاب الشركات كل دولة ورئيس الاتحاد المصر بيعمل عصف زهني كده أن يبقى فيه أفكار وأراء كتيرة لأنه هو من نفس المجال نفس المجال الاقتصادي فهنا الفكرة بقى هيدور العملية السياحية بشكل معين لجذب أكبر عدد من السياح عارف لأنه هو يعني احنا لما كنا بندرس في تجارة أقدرت أعمال أنت عرف ده هنا منتج هنا في خطة هنا في إدارة هنا في تسويق هنا إزاي نصرف كام في المية من التسويق 20% من الإيراد على التسويق عشان تجيب المنطج ده طب يعني هو فيه يعني بيخطر لي كده أحيانا أنه طب يعني إحنا عارفين الأماكن الدول اللي بتجيلنا منها السياحة يعني كتيرة والأماكن اللي بتجيلنا منها السياحة قليلة هل إحنا دايما بس بنفكر في استمرار الجذب للسياحة اللي بتجلنا من دول يعني بتجلنا منها كميات كبيرة ولا أحيانا ممكن يكون في خطط تسويقية اللي فكرة أنه هي الدولة دي لكمية السياحة اللي بتيجي منها قليلا أو ليه ما بيجيش منها السياحة أو ليه بتقعد فترات طويلة ما بيجيش منها السياحة فنحاول ندور على وسائل جذب مختلفة لجذب هذه الدول اللي السياحة منها نسبتها قليلة بصي حضرتك احنا لازم ندرس الثقافة بتاعت الشعب ده يعني انت لو جيتي تبصي للشعب مثلا الروسي هو الشعب الروسي بيحب البحر بيحب أنه يجي يتواجد الشمس بقى والشمس طوال وهو عنده تلج ومش يعني فبيجي طوال العالم هو ثقافته كده زي الشعب المصري مثلا ثقافته أنه هو أي بلد بيطلع شوپنج شوپنج خلاص لو جتي وقلت لهم بصلا تعالى نروح البرج الفلاني هو هنا يمكن البرج القاهرة بيروحوا بال بالعافية بالعافية خلاص فهناك بقى لا هيروح أبص لي راحة على المولز على الأوتلت على كل حاجة يشتري ويرب لا ويتفسح ويشتري هو طبيعة شعب فأنا مش هاجي مثلا أقول للشعب تعالى بقى ايه هاخد أجي أعمل الدعاية أقول لهم أنتو هتعودوا بسا على البحر بس مش هتنزلوا نفس الحكاية أنا لما باجي أعمل إعلانات في دولة زي إنجلترا فرنسا ألمانيا بلجيكا إيطاليا أسبانيا دول كلهم بيحبوا السياحة الثقافية جدا فهيجيلي الشعب الأمريكي نفسه بيحب السياحة الثقافية بس مش هاجي أقول له تعالى الغرداء طب ما هو عنده المحيطات آه عنده طبعا فمش هيجي يقول لي لا أنا عايز أشوف أثار مثلا فهنا بقى دارس الشعب ده عايز إيه مهما عملتي مش هتقدر تقنعي السياحة الأمريكي إنه ينزل مثلا البحر لا هو عايز أو عنده محيط يعني عنده وإيه دول جنبي واخد بال حضرتك لو أنا جيت مثلا للشعب مثلا أوروبا الشرقية اللي هما بيحبوا ينزلوا ع طول البحر رحب وقلت له أنت هتاخد نال كروز أسبوع تشوف معابد هيقول لك لا أنا عايز الأسبوع في الغرداء أو في الشرم الشيخ فهماني حضرتك فهنا مهما كسفت الدعاية للشخص فأنا أكسف الدعاية للشعب اللي هو عايز مثلا سياحة ثقافية آه ممكن أزود سياحة ثقافية عندي مثلا لقيت فيه شعوب معينة عندها بتحب سياحة البالون وإحنا تالت دولة في العالم في سياحة البالون خلاص هوفروا سياحة البالون سياحة سباق الهيجن مثلا سياحة اللي بيجوا يتفروا على الشعب المرجنية ده إحنا من أهم آه آه طبعا فهنا أنا هكسف السياحة أو هكسف لو جيت لليونانيين والإيطاليين ودول البحر الأويد المتوسط وقبرص هم بيحبوا اسكندرية فلازم هزوروا كل معالم اسكندرية وهوري الأماكن كذا وكذا وهكسف له الدعاية في الحتة دي بلاس بقى أنه هو بيحب السياحة السخافية وأنها الكروز والأهرامات وكذا فهو شعب بيحب لكن مش هجي أقوله إيه طيب ما تيجي أعادك أسبوعين مثلا في البحر طب يعني فهذا اللي بيحصل خلينا سأل حدثك عن إحنا عملنا حاجات مهمة أوي يعني كوب طبعا 27 بالتأكيد كان ليه تأثير كبير لكن مثلا قبل كده كان عندنا الموميوات طريق الكباش العالم كله كان بيتكلم عنها بزرط مردود ده إيه على السياحة حل كان فيه مردود ولا ما زلنا منتظر؟ ظهر اليومين اللي فاتوا المردود إيه بقى؟ كريستين ديور والعرض الإيطالي ما هو نفس الحكاية ظهرت في معابة حاتشبسوت وظهرت في منطقة الأهرامات فيه طبعا إفنس بتحصل في الأهرامات كتيرة وفيه كان بيجي حفلات وكونسرت إحنا عايزين برضو كان فيه زمان سباق الرالي اللي كان بيعمله رجل أعمال الكبير رامي سياج الحاجات دي عايزين كل حاجة زي كده ترجع تاني كل أنواع السياحات اللي موجودة هترجع لما شاهدوا طبعا الاحتفال بالمنوميوات لو هيشاهدوا الاحتفال بالمتحف المصري الكبير الحجوزات دي أنا طب والله إنت لو جيت المتحف المصري في دولة زي فرنسا أول حد من أول أسبوع يعني أول أسبوع في الشهر أول حد بيبقى اللوفر فري فالناس كلها يعني بيبقى طوابير وأنا واحد كنت مرة في فرنسا وروحت ولاقيته كده كان بالحظ فلاقيت أن أنا في أول الشهر رحت داخل لها فإحنا ممكن نقدم حاجة زي كده وحصلت مع الاحتفال بتوت عن خمون إنه هما خلوا المصريين وكله فري طب إحنا لو عملنا حاجة زي كده في المتحف للأجانب هيبقى عنصر جذب كبير جدا هيبقى عنصر جذب بدل ما دفعوا تذكرة بالرقم ده هتبص تلاقي مثلا يعني دي ممكن بتبقى حاجات لعناصر الجذب اللي هي ممكن تخلي السياح طيب أنا طيب نيجي مثلا على عروض معينة الطيران طيب الفترة دي الطيران مثلا أو فترة السيف مفيش إقبال جامد من الأجانب طيب أنا هعمل الطيران مثلا بتخفيض عشرين أو خمسة عشرين يعني محتاج متابعة مستمرة لفكرة التصويق واستغلال يعني الحواس آه زي ما حرج بتسميها الحواس وثلتمية خمسة وستين يوم دعاية في كل حد بالزبط سؤالي الأخير لحررتك لإني مضطرختم لأنه وقتي خلص حداك متفائل بمستقبل السياحة في مصر متفائل جدا إن شاء الله وهنوصل لعداد كبيرة قوي لفترة القادمة بالزداد في موسم 22-23 لو استمرنا بنفس الوطيرة ونفس الجهد ونفس الدعم اللي بتقوم بيه الدولة لوضع استراتيجية اللي هي هتوصل السياح لتلاتين مليون أنا سعيدة جدا بأنه في حالة من التفاول نتمنى إن شاء الله أن ده يحصل ونبقى دايما كده متفائلين بكل يعني كل اللي يحصل في مصر سواء من السياحة أو من غيره من موارد بتزود الدخل القومي المصري وتمنى طبعا يعني نحن نوصل لتلاتين مليون سائح ده حاجة عظيمة جدا لان سنتين تلاتة إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر حالك جدا انتشرفت وجود حالتك جدا معانا وبكل هذه المعلومات الغنية دكتور حسام هزاع خبير السياحة وعض غرفة شركة السياحة اتشرفت وجود حالتك معانا اتشرفت بيك يا فندم وبالبرنامج وأشكرك جدا على الوقت اللي يميز مشاهدينك العادة الوقت معكم بيمروا بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها لكن وقتنا خلص بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم لسبوع الجاية هذا المنامج برعاية اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى